جدولة البيانات بعد جمع البيانات من المصادر التاريخية أو المصادر الميدانية فإن هذه البيانات تكون أولية أو بيانات خام غير منظمة عدديا ويصعب دراستها والحصول منها على أي نتائج ولذلك دعت الحاجة إلى تنظيم هذه البيانات وتلخصها ولكي يمكن الاستفادة من هذه البيانات واستيعابها بطريقة أفضل والحصول منها على بعض النتائج الأولية يتم تنسيق هذه البيانات ووضعها في جداول مناسبة وتتم عملية جدولة البيانات على مرحلتين متكاملتين هما التصنيف والتبويب تصنيف البيانات ويقصد به تقسيم البيانات إلى مجموعات متشابهة على أساس واحد أو أكثر من طرق التصنيف الآتية تصنيف البيانات حسب الصفة المميزة مثل الجنسية أو الحالة التعليمية أو النوع أو العمل التصنيف الزمني وذلك حسب الأيام أو الشهور أو السنوات تصنيف البيانات تصنيف مكاني أو جغرافي حسب المناطق أو الجهات على سبيل المثال البيانات الأولية عن عدد العاملين في أحد البنوك يمكن تصنيفها كما يليم أولا تقسيم هذه البيانات حسب الصفة المميزة إلى موظفين وموظفات ثانيا تقسيم هذه البيانات حسب التصنيف الزمني عدد سنوات الخبرة للعاملين في البنك ثالثا تقسيم هذه البيانات حسب التصنيف المكاني أعداد العاملين في كل فرق من فروع البنك ثانيا تبويب البيانات تبويب البيانات يتم بحصر أو عدد الحالات المتشابهة حسب التصنيف المختار من التصنيفات السابقة ووضعها في جداول مناسبة تلخصها وتوضحها وتنسقها في شكل يسهل فهمها واستعابها كما يمكن مقارنتها ورجوع إليها في أي وقت والاستفادة منها في وصف الظاهرة محل الدراسة يمكن تبويب البيانات بطريقة يدوية في حالة البيانات البسيطة التي يكون فيها عدد الاستباينات صغيرا كما يمكن إجراء التبويب بطريقة آلية باستخدام الكمبيوتر وذلك باستخدام الحزم الجهزة للبرامج الإحصائية مثل SPSS من نتاب ساس وغيرها من البرامج أنواع الجداول الإحصائية توجد عدة أنواع من الجداول ومنها الجداول التكرارية البسيطة والجداول المزدوجة أو المركبة والجداول النسبية الجدول التكراري البسيط هو جدول يتضمن تصنيف مناسب للبيانات ويقابله عدد حالات أو تكرارات لكل تصنيف وقد تكون البيانات التي يحتويها الجدول التكراري البسيط بيانات وصفية أو بيانات كمية وهذه البيانات تكون لمتغير واحد الجداول المزدوجة أو المركبة وهي الجداول التي تحتوي على متغيرين أو أكثر وهذه المتغيرات تكون موزعة على أعمدة وحقول الجدول بصورة معينة تعكس الأفكار العلمية التي يريد الباحث توضيحها بصورة عددية جدولة البيانات الوصفية مثال فيما يلي البيانات الخاصة بمؤهلات العاملين بأحد البنوك كما هو واضح في الجدول الموحلات بالترتيب دبلوم دكتوراه دبلوم جامعي جامعي متوسط دكتوراه جامعي دبلوم ثانوي جامعي جامعي دبلوم ثانوي دبلوم جامعي دكتوراه جامعي دبلوم ثانوي دبلوم ثانوي دبلوم جامعي دبلوم جامعي دبلوم جامعي ثانوي والمطلوب عمل جدول تكراري بسيط يلخص البيانات الآتية لعمل جدول تكراري بسيط يلخص البيانات السابقة نتبع الآتية أولا عمل جدول التفريغ جدول التفريغ يتكون من ثلاثة عمدة كما هو واضح العمود الأول يحتوي على المؤهل العلمي بالترتيب تنازليا ويمكن أن يرتب تصعوديا أيضا دكتوراه أعلى مؤهل يليه في الترتيب جامعي يليه في الترتيب دبلوم ثم ثانوي ثم متوسط العمود الثاني وهو عمود العلامات نقوم بالمرور على الجدول السابق جدول البيانات المعطى سابقا جدول البيانات الخام ثم نحصر كل حالة أو كل مؤهل من المؤهلات بوضع علامة مقابلة لكل مؤهل من المؤهلات نرجع إلى الجدول السابق نجد دكتوراه واحد دكتوراه اثنين دكتوراه ثلاثة نضع علامة أمام مؤهل الدكتوراه ثم علامة ثانية ثم علامة ثالثة كما هو واضح ننتقل إلى المؤهل التالي وهو المؤهل الجامعي نجد أن الجامعي واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اثناشر نقوم بوضع علامة مقابلة لكل مؤهل جامعي كشرطة مائلة حتى نصل إلى عدد المؤهلات أربعة نقوم بتحزيم المؤهل الخامس لكي تكون عملية العد بعد ذلك سهلة كما هو واضح أربع مؤهلات نحزمهم المؤهل الخامس وكذا ثم نتبع نفس الإجراء السابق لباقي المؤهلات فنحصل على جدول التفريغ بالشكل التالي العلامات ثم ترجم هذه العلامات إلى أرقام فنجد الحاصلين على الدكتوراه ثلاثة من عدد العاملين الحاصلين على مؤهل جامعي اثناشر الحاصلين على دبلوم 14 ثانوي 5 مؤهل متوسط 1 بحيث يصل مجموع العلامات إلى 35 وهو نفس عدد العاملين إذا حزفنا العمود الثاني من جدول التفريغ السابق نحصل على الجدول التكراري البسيط كما هو موضح المؤهل التكرار إذا أردنا أن نحصل على التكرار النسبي نقوم بقسمة إذا أردنا أن نحصل على التكرار النسبي نقوم بقسمة التكرار المقابل لكل الفئة تكرار ألفية على مجموع التكرارات كما هو موضح في العامود الثالث تم قسمة التكرار ثلاثة المقابل للمؤهل دكتوراه على 35 إجمال التكرارات لنحصل على التكرار النسبي 9% وكذا التكرار الجامعي 34% وكذا حتى نصل إلى مجموع التكرارات واحد صحيح ترجمة نانسي قنقر